بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم قلنا في لقائنا السابق إذا نطق الإنسان بهاتين الجملتين من أعماق قلبه وخاطب ربه بهما بكل مشاعره إياك نعبد وإياك نستعين لا شك أن النجدة ستأتيه لا محالة يقول سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان معنى أنه قريب أي سريع الاستجابة لمن التجأ إليه لمن شك إليه مرضه وسوء حاله فاستغث بمولاك وخالقك من أنت أنت لا تملك حولا ولا قوة بشكل من الأشكال قف بين يديه وقل إياك نعبد وإياك نستعين إن أنت فعلت جاءتك النجدة من الله سبحانه وتعالى هذه النجدة يحتاج الإنسان إلى أن يكرر التجاءه إلى الله سبحانه وتعالى بها لأن الشيطان لا يتركه إن تركه ساعة بعد أن تغلب عليه بالتجائه إلى الله سبحانه وتعالى فسوف يعاود الشيطان الكرة تل والكر ولكن صلاته التي تتكرر أيضا المرة تل والمرة هي التي تجعله يقارع نفسه كلما أرادت أن تتصلط عليه يقارع شيطانه كلما أراد أن يتغلب عليه ولذلك شاء الله عز وجل أن يكرمنا بهذه الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات كلما رأيت نفسك قد ابتعدت عنه واحتوشتك الأهواء والشهوات تكون قد حانت ساعة الصلاة التالية فتعود إلى الله عز وجل مرة أخرى وتقول له إياك نعبد وإياك نستعين يا ربي ها أنا أعود إليك مستعينا بك متدللا بين يديك فأعني يقول أهل الله إن سبيل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى هو في خطوتين الخطوة الأولى تضع فيها قدمك على عنقك والخطوة الثانية تصل فيها إلى الله ما معنى هذا؟ معنى ذلك أن الخطوة الأولى هي الإنكسار والتذلل لله عز وجل وأن تعلم أنك لا شيء نهائيا بدون عونه وتوفيقه هذا معنى أن تضع قدمك على رقبتك الخطوة الثانية تكون فيها قد وصلت إلى الله عز وجل يحكون أن أحد الصالحين دعا ربه قائلا يا ربي كيف أصل إليك فقيل له اترك نفسك وتعال ويحكون أن الله تعالى سأل عبدا من عباده الصالحين يا عبدي بما جئتني فأجابه جئتك بك إليك جئتك بك إليك هؤلاء هم أهل الله وهذا هو حالهم وفهمهم عن الله اللهم اجعلنا معهم ومنهم يا كريم نفهم من ذلك أن الأساس في حصول ترق النفس في معارج القرب إلى الله هو الانكسار وتصحيح النية والثبات والمواظبة أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإنقل فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب إلى الله قال أدوامه وإنقل أي عندما ترى مورد المياه تنزل منه قطرة تلو القطرة تلو القطرة وكل قطرة تنزل على صخرة لا يمر وقت إلا وهذه القطرات قد أحدثت ثقبا في هذه الصخرة بينما لو جمعنا جميع المياه التي وقعت على هذه الصخرة وصببناها مرة واحدة على هذه الصخرة لما قرقتها ولا أحدثت بها هذا الصخب لكن الاستمرار والمواظبة يحدث بسببهم الأثر ولهذا جاءت السنن الملحقة بالصلاة الاعتناء بالرواتب والضحى والوتر الحضور مع الله في الصلاة الفريضة في وقت الأفضلية وأن تكون جماعة الاعتناء بالجمعة والجماعة كل ذلك أسس في طريق السير إلى الله لا يتصور أن يكون هناك مريدا يريد الوصول إلى الله عز وجل وهو متهاون في الجمعة أو الجماعة وهو متهاون في صلاة الراتبة أو الوتر أو الضحة إن هذه الرواتب والأذكار في كل يوم مثالها مثال الغذاء اليومي للروح كما أن الجسد يحتاج إلى الغذاء كل يوم كذلك الروح لها غذاء يومي إذا لم تأخذه يحصل لها مثل ما يحصل للجسد إذا تأخر عنه الغذاء تنحل الروح تشهب الروح تضعف الروح تتراجع همة الروح تتراجع بصيرة ونورانية الروح في حال عدم تغذيتها فالسنن والرواتب التي وردت للمواضبة عليها كل يوم هذه بمثابة الغذاء للروح قياسا على الغذاء للجسد وإلى لقائنا القادم بإذن الله